ليست اسرائيل وحدها هي من تحاصر سكان قطاع غزة بل درجات الحرارة القاسية أيضاً هي من تحاصرهم كما لو أنه كتب على الفلسطينيين المعاناة مع الاحتلال والنزوح وأضيفت لهم الطبيعة مؤخراً ومع استمرار القصف وحرب المجاعة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة تحاصر درجات الحرارة العالية النازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع ما دفع الأطفال للجوء إلى رش المياه على أنفسهم لمواجهة درجات الحرارة القاسية وفي ظل ظروف معيشية صعبة يعانون منها نتيجة إقامتهم في خيام غير آدمية بطلع أولادي بحميمهم بقعدهم فرطشط بديروا عليهم ما يسجع من الحار اللي احنا فيه يعني همش متحملين احنا الخيمة كلها نيلون يعني الواحد يلا يلا في بيته وبين حطان وهوايا وهذا وكان يكون شوبان وتعبان نفسيا منها الحار ويعاني سكان دير البلح من نقص حاد في المياه النظيفة حيث يصبح الانتظار في الطوابير الطويلة للحصول على المياه واقعا يوميا مما يزيد من معاناتهم في ظل الأجواء الطقس الحار المقترن بالنقص الحادي في المياه في قطاع غزة الذي وزقته الحرب يجعل الحياة صعبة بالنسبة للفلسطينيين وسط مطالبات من قبل النازحين للعودة لمنازلهم مرة أخرى ما بين حرارة القنابل الحارقة والشمس الملتهبة تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي تأتي تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب المجاعة التي يمارسها بحق سكان القطاع اشتركوا في القناة